رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة ما هي مبادئ خط الرقعة؟ مبادئ خط الرقعة هو أن كل الحروف ترتكز على السطر ما عدا هذه الحروف؟ كل الحروف ترتكز على السطر ما عدا الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين والهاء الوسطية والمبدأ الثاني أن كل الخطوط الرأسية متوازية والمبدأ الثالث أن الأجزاء الأفقية للحروف مائلة قليلا للأسفل والمبدأ الرابع أن المسافات بين الكلمات متساوية وسنرى هذه المبادئ جميعها في هذا المثال نرى هنا أن جميع الأحرف ترتكز على السطر إلا الهاء الوسطية والميم ونلاحظ أيضا أن جميع الخطوط الرأسية متوازية والأجزاء الأفقية نلاحظ أنها مائلة إلى الأسفل ونلاحظ أيضا أن المسافات بين الكلمات متساوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر